هدنة مع إيقاف التنفيذ كل الأسلحة استخدمها الإنقلابيون في التعبير عن رفضهم الميداني لهدنة سقطت منذ الساعة الأولى سامع اليمنيون من المبعوث الأمم إلى اليمن نبأ موافقة ميليشيا الحوث والصالح الإنقلابية على هدنة 72 ساعة لتضاف إلى خمس هدن فاشلة لكن أي من فريقية الإنقلاب لم يصرح بشيء مظاهر تحدي إرادة المجتمع الدولي تبدو واضحة في هذا التجيش المستمر لما تبقى من الحاضنة العشائرية المنهكة للإنقلابيين سلوك يتعمده الإنقلابيون بغية إفشال أحدث هدنة في مسار الأزمة والحرب التي تشهدهما اليمن وتعقيد المشهد بما يدفع المجتمع الدولي للذهاب إلى صياغة مشروع قرار بوقف إطلاق النار رغبة عبر عنها وزير الخارجية اليمنية الأسبق المقرب بن صالح أبو بكر القربي في تغريدات له بموقع تواصل الاجتماعي تويتر وأفصح عنها الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي وصالح شرف لقمان لكن المجتمع الدولي لا يبدو أنه عازم على منح الإنقلابين مكافأة جراء تماديهم في انتهاك الهدنة الجديدة هذا على الأقل ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صاحب مقترح الهدنة الذي شدد على ضرورة أن يلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار بعد أن قالوا أنهم سيدعمونه واعتبر كيري أن أي خرق للهدنة يعرض للخطر إمكانية العودة إلى المحادثات وفي حين دعا كيري الحوثيين إلى سحب قواتهم وصواريخهم أقر أيضا بحق السعودية في وقف هجمات الصواريخ التي تطلق من اليمن كل شيء على حاله في أحد أهم الجبهات السخونة إنها تعز فالقصف لم يتوقف والحرب من طرف واحد هو الطرف الإنقلابي التلاميذ في تعز يذهبون إلى مدارسهم في ظل القصف والأجواء يسودها التوتر ذاته ووحدها صنعاء نعمت بيوم من الهدو لأن التحالف هو من أوقف إطلاق النار فيما بقي الإنقلابيون على عهدهم من كسر القواعد وإحراز المكاسب في ظل الهدن والمشاورات